الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم انبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإنما كانت المسجد في الإسلام عظيمة وكان من أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة أن أسس مسجده النبوي المباك بها ويقول الحق سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ويقول سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالهدو والآصال رجال لا تلهيه امتجاة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وهنا وقفة هامة عندما قال الحق سبحانه وتعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة معروف أن التجارة بيع وشراء فلماذا قال القرآن الكريم لا تلهيهم تجارة ثم أتى بعدها بذكر البيع مع أن التجارة تشمل البيع والشراء قال أهل العلم الربح عند الشراء مظنون أو متوقع فلو أن إنسانا اشترى أي سلعة بألف أو بمئة ألف أو بخمسمائة ألف أو بأي مبلغ هو لا يعرف هل سيربح أو يخصى أو يصيبه فيها خصاة إلا إذا بع فالربح عند الشراء مظنون أو متوقع أما عند البيع فمتحقق فلو اشترى الإنسان سلعة بمئة وجاء من يدفع فيها مئة وخمسة أو مئة وعشرة أو مئة وعش أي كان المبلغ الذي سيدفعه فهو يعلم أنه سيربح وكانوا قديما يقولون الذي يملك النقدة أرحب ممن يملك السلعة لأنه يمكن أن يتصرف فيشتري من هذا أو ذاك فمع أنه سيبيع بيعا مضموما ويربح ربحا مؤكدا إلا أن هذا الربح المتحقق لم يلي عن طاعة الله وإقام الصلاة فإذا كان الربح المتحقق لم يلي عن طاعة الله فتركه للمظنون أولى فذكر البيع بعد التجارة من باب ذكر الخاص بعد العام على سبيل التأكيد وكأنه يقول لا يشغلهم رجال لا يشغلهم لا الربح المتوقع ولا الربح المؤكد عن طاعة الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يزق من يشاء بغير حساب ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من غدى إلى المسجد أواراح أعدى الله له في الجنة نزلا كلما غدى أواراح ويقول صلى الله عليه وسلم من تتحر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله عز وجل يقضي فريضة من فائد الله عز وجل كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة وعندما خلت البقاع حول مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرد بن أسلم أن ينتقلوا قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال صلى الله عليه وسلم بني سلامة ديعكم تكتب آثاركم ديعكم تكتب آثاركم أي أن هذه الديار البعيدة عن المسجد تكتب كل خطوة من الخطوات بينكم وبين المسجد فقالوا ما يصرنا أننا كنا تحولنا وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتزع الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام ويقول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الضراجات إزباغ الوضوء على المكاره في الشتاء في ورودة الجو وقد يكون الماء بريدا غير ساخن ومع ذلك يحرش الإنسان على إزباغ الوضوء أي إتمامه على الوجه الأكمل ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الضراجات إزباغ الوضوء على المكاره وكثرت الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعض الصلاة فذلكم الضباط ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان ثم إن الإنسان إذا ذهب إلى المسجد وجلس أنتظر الصلاة في المسجد فهو في صلاة حتى وإن كان جالسا لا يصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله أي أن يعود إلى بيته إلا الصلاة فإذا صلى الإنسان وجلس في مكانه الذي هو فيه جلس مجرد بلوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدس تقول اللهم مغفر له اللهم حمد وبحديث السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عارشه يوم لا ظل إلا ظله عاجل قلبه معلق بالمساج ينتظر الصلاة بعد الصلاة قلبه وحياته وروحه في المسجد وقد قالوا المؤمن في المسجد كالسمك في الماء وروحه فيه حياته فيه تعلقه به والمنافق في المسجد كالعصفوي في القفص لا يقوى على البقاء فيه وعمارة المساجد تكون بالذكر والقرآن والصلاة ومدرسة الأهل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده وعمارة المساجد أيضا تكون ببنائها وصيامتها وفرشها ونظافتها وطهارتها ومن بنى لله عز وجل مسجدا بنى الله عز وجل له به بيتا في الجنة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت على عهد رسول الله صلى الله ثم إنه كانت على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمراءة عجوز تقم المسجد تقم المسجد أي تجمع القمامة وتقوم بنظافة المسجد الذين يقومون على نظافة المساجد فلقيت ربها فدفنوها ولم يخبروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاتها وكأنهم استقلوا أمراها أو شأنها أن يخبروا بها به النبي أن يخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين هذه العجوز التي كانت تقم المسجد قالوا ماتت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبوة مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل منوّعها لكم بصلاة عليكم صلوا عليه وسلموا تسليما المسجد المسجد روح المؤمن وكل من قام على خدمة بيوت الله المساجد بيوت الله المساجد بيوت الله المساجد بيوت الله وعمارها زوارها وهم ضيوف الرحمن وحق على المزوي أن يكرم زائره مجيء مجيء محمد بالطيبات مجيء محمد بالطيبات ألا را الكون في عبط الحيات يُعَلِّمُنَا الْهِذَا يَتَفِي سُرُورٍ وَيَسْقِيْنَا كُبُوسًا خَيْرَاتٍ فَفِيْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نُّورٍ وَأَخْلَاكُ وَأَخْلَاكُ تَفُوْحُ بِكُلِّ وَأَخْلَاكُ وَأَخْلَاكُ يُمَهْدُنَا إِلَى قُنْقِ الثَّبَاكِ نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ومن خدامها ومن القائمين بحقها وأن يجعلنا في هذا الشهر من الصائمين القائمين الصائمين حق الصيام القائمين حق القيام وأن يتقبل صلاتنا وصيامنا ورقوعنا وسجودنا إنه ولي ذلك والقضو عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته